بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم جميعا في ومسيتنا لهذه الليلة وفي دورتنا السادسة في مبادرة جديرون بعنوان مهارات التخطيط الشخصي لا يخفى عليكم أن النجاح لا يأتي مصادفة وكذلك الفشل لا يأتي مصادفة دائما الرؤية المقرونة بالتخطيط والمثابرة والأسرار هي ما تميز الناجحين عن غيره ويقال أن الفشل في التخطيط هو التخطيط في الفشل أما لا يخطط فهو أيضا يخطط للفشل ونظر لهمية التخطيط الشخصي في حياتنا العملية وحياتنا أيضا الشخصية رأينا أن تكون هذه موضوع دورتنا لهذه الليلة لأهمية للباحثين عن عمل والأهمية أيضا للمضافين ولأهمية لأي ساعة في حياتنا ولذلك رأينا أن نستضيف أحد خبراء هذا المجال وهو الأستاذ سليمان بن راشد الطحيني مدرب تخطيط وقيادة والمستشار تخطيط الشخصي الأستاذ سليمان أيضا كان زميل زميل عمل وزميل وأخ وصديق وذلك أشكر على قبول دعوة مبادر الجدرون لتحفن هذه الليلة حول مهارة التخطيط الشخصي استفيدوا من الدورة التفاعل لأكون في تمرين سيتم عرض بعض المعلومات أيضا بعض المقاطع فأتمنى أن تستفيدوا من هذه الساعة والنص لعلها تكون إن شاء الله محطة مهمة في حياتكم منح والنجاح سعيدني أن نقدم الأستاذ سليمان ليبدأ دورتنا لهذه الليلة أهدو الأستاذ سليمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الصوت واضح؟ جدا واضح طيب طيب إذن ننطلق بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب أهلا وسهلا ويا أخوات الأستاذ أفراح الأستاذ أهير والأخ عبد العزيز والأستاذ سلوى والبدر وسفيان وفاطمة عبد الرحمن وأبو سعيد حياكم الله وبياكم ومبارك الله فيكم وسعيد جدا جدا أني أكون معاكم هذا اليوم في مبادرة جديرون وأشكر أخوي وأستاذي في الحقيقة هو أستاذ سعود تعلمت منه الكثير وعلى هذه المبادرة وأنه يعني أعطاني الفرصة هذه حتى أكون معاكم هذا اليوم إن شاء الله موضوعنا اليوم مهارات التخطيط الشخصي وكلنا نتكلم عن مهارات إذن نحن ما يعني ما نتكلم على حاجة فقط للترف الذهني أو للتعلم بعض المعلومات أو الشياء بل هي مهارات إذن راح نتعلم بعض المهارات اللي نحتاجها في حياتنا وللمصادفة أو للشيء الجميل أن كثير نهتم بأشياء كثيرة ونعرفها ونتعلم عليها أما لما نأتي عند التخطيط الشخصي نمسك برايكات على ما يقولون يعني يتوقف كثير كثير عند التخطيط الشخصي ولا شك إنه من أحد الأسباب من أحد الأسباب المهمة اللي هي الفهم الخاطئ لهذا التخطيط الشخصي أبو سعيد التخطيط الشخصي كثير من أدخل فيه يعني أعطانا كثير من التعقيد وكذلك إن الناس لما يمتدون يدخلون فيه في التنظير والقراءة عنها بشكل كبير وكثير تجد أشياء عجيبة في تعقيدها والتصعيبة لذلك أنا منهجي أول أشياء اللي أبغى فيها أبغى أوصر رسالة فيها مهارات التخطيط الشخصي التبسيط تبسيط التخطيط لأنك شفت بعد فترة من يعني متابعة كثير من التخطيط الشخصي أن أكثرهم عندهم تردد لأن التخطيط الشخصي راح يحكرا راح يقلل من اجتماعياتها راح يقلل من حياتها العامة ورح يكون مثل الآلة الإلكترونية اللي تتكلم بمنطق إلكتروني ما راح يكون فيه عندها السعة والتحرك لذلك دائماً أقول يا جماعة هذا المفهوم الخاطئ هو اللي عقد التخطيط التخطيط أبسط من كده وأسهل والأعجب من هذا أن التخطيط يعطينا وقت فراغ زايد وهذه هي السر من وراها يعني الكثير يظن أن التخطيط يجعل وقتك كله محاصر والصحيح أن التخطيط يجعل وقتك فعال في أوقات قليلة فعالة جداً وتنتج أكثر ثم يكون عندك فراق أكثر وأكثر بالإضافة إلى أنك الاستمتاع في أوقاتك في حياتك بضمير مرتاح لأن أعمالك الحقيقية أو مهامك الحقيقية تعمل فكونها تعمل أنت في الجهة المريحة طيب من الأشياء المفيدة في التخطيط يعطينا أنه دافك النهائية واضحة فتخيل إنسان يمشي مكبر على وجهه غير لما يمشي على هجبه أو على حاجة يعرفها يعني الآن لما أعطيك أتكلم مثلاً عن صورة وتخيل معاي الآن لما أقول لك أرسم لي كوخ ويخرج من الكوخ هذا طريق والطريق يمر على نهر والنهر هذا فيه سفينة وفي الضفة الأخرى يوجد شجر وأولاد يلعبون إلى آخرة وأقول لك كلام كثير في الصورة ثم آتي وأقول لك وين الصورة اللي رسمتها وأوريك صورتي لا شك بنحصل فرق شاسع كبير جداً بين الصورة اللي جالس أتكلم عنها وأنقلها لك بالكلمات لما ترسمها لا شك إن نحصل فرق كبير واضح بين الصورة الأصلية والصورة اللي رسمتها لأنك أنت جالس تبني بأشياء خطوة خطوة كل شوي جالس أعطيك حاجة وتكتب أعطيك حاجة وترسم ما راح تكون كده فرق كبير لما أوريك الصورة وأقول لك أرسم زيها راح تحصل فرق شاسع الرسم عندك ذاك الوقت راح يكون أكثر سهولة ليه؟ لأنك أنت جالس تشوفها أمامك كذلك لما نخطط نحن لأنفسنا يكون الأهداف النهائية واضحة الرؤية واضحة ففرق كبير لما أرسم حياتي وأراها أمامي ثم أسير فيها غير لما أقول هي الحياة كذا ما أدري أنا وين رايح فاليوم أنا في شيء وبكرة في شيء كذلك تحصل عندك ثقة بأن عملك اليوم هادف ليه؟ لأن العمل اللي أسويه يوميا هو جالس يصب في أهداف الشهرية والعمل اللي جالس يصب في أهداف الشهرية يصب في الأخية في أهداف النهائية أو في السنوية ثم يخدم أهدافي الاستراتيجية ورؤيتي لنفسي ورسالتي في حياتي فأجد ثقة بأن عملي اليوم هادف وهذا من محاسن التخطيط أما اللي يمشي مكب على وجهها أو إنه مشتت يجد أشياء عجيبة عجيبة وينجز أشياء كثيرة لكنها كلها لا تصب في مصلحة حياتها أو في طريقة أيضا التخطيط يجعلنا قادر على التحليل بموضوعية وكذلك يعملنا منهجية في التفكير تجد قراراتك سهلة نعم لأ لأن منهجك في التفكير عارف وش اللي يصب في طريقك واللي ما يصب في طريقك وش الأشياء اللي فعلا فيه هدفك في حياتك ووش الأشياء اللي تخرجها من حياتك قرارات بشكل أقوى قادر على الاستفادة من نقاط القوة في حياتك الخاصة والمهنية وقادر على تجنب وتحييد نقاط الضعف وقادر على الاستفادة من الفرص اللي موجودة وكذلك تتخطى العوائق بسهولة وأيضا تنجز المهم أولا لذلك الآن لما نتكلم على التخطيط التخطيط كثير ما يسوون وأيضا حتى الشركات بعض الشركات لما يعملون خططهم استراتيجية يخرج في الأخير ملف كبير ضخم جميل فيه أشياء كثيرة لكنه موجود على الرف هنا نقول لا لحظة حدك وقف احنا نبغى نتكلم عن إنجاز كيف ننجزه هذا؟ إذن التخطيط لابد يلحقه فيه مرحلة بعده اللي هي إنجاز المهم أولا بأول هذا اللي نبغى نتكلم عنه وهذه من فوائد التخطيط اللي نتكلم عنها أول مهارة وأهم مهارة أي تتعلق في الذهن معنا في أفكارنا الذهنية كيف؟ كان لك فيه أمر بسيط وسهل وسلس وهو اللي تكلم عن الذهنية إنك أنت الموديل هذا اللي تشوفونا أمامكم يتكون من ثلاث أمور بسيطة ثلاث الأمور هذه كل ما ركزت في الرؤية كل ما أنعشت الفكر وكل الفعل وكل ما أنعشت الفعل كل ما حصلت نتيجة أفضل وأفضل لذلك هذا الموديل اللي نتكلم عنه هذا الذي أمامكم والثلاثي هذا اللي أمامكم كل ما ركزت معاي الآن وفهمت كيف يعمل كيف تركيبته على هذه البساطة إلا إنه فعال وفعال جدا قال لك من المفاهيم المهمة إنك تركيز على الرؤية ليه؟ قال لك لأن الرؤية تؤثر على المشاعر والمشاعر يؤثر على أحاسيسك وأحاسيسك تتجه إلى تصرفاتك وأفعالك فإذن أنت إذا ذهبت تغير في أفعالك بدون ما تغير رؤيتك للأمور راح تجد صعوبة صعوبة جدا وبالإضافة إلى ذلك راح تحصل نتائج بسيطة بسيطة جدا لكن إذا أردت تغيير هائل في حياتك تغير في رؤيتك أقول مثال قال لك الآن أنا لما أتعرف على شخص معين لما يقولوا لي والله الشخص الفلاني ما شاء الله عليه إنسان محترم جدا وطيب جدا أنا الآن ما شفته وصراحة اللي تعرف عليه معرفته غنيمة وشيء جميل ورائع وكذا إيش صار في ذهني الآن طبعا اللي بيشارك يشارك إيش صار في ذهني الآن صار في ذهني أشياء إيجابية حاجات إيجابية موجودة في ذهني الأشياء الإيجابية هذه لما أقابل الرجل كيف تتحول هذه الرؤية اللي صارت في ذهني تتحول إلى مشاعر ثم تتحول إلى فعال فلا شعوريا أجد نفسي أنا أتقدم له وبإنبساط بشكل كبير وابتسامة عريضة أتقابل مع هذا الرجل أو هذا الشخص اللي أمامي بابتسامة وفرح إني أنا أتعرف عليك الرجل هذا أو الشخص اللي أمامي هذا لما يشوفني بهذا الإقبال وهذا الفرح ومشاعري الداخلية واضحة إني فرحان برؤيته راح يعطين انعكاس في نفسيته مباشرة بحيث إنه يعطيني رد فعل رائع وممتاز هذا الرد الفعل اللي يجيني من عنده راح يعزز رؤيتي عنه وراح أفهم إنه فعلا إنسان يستحق المعرفة وهذا التعزيز راح يعزز من أفعالي معاه إلى آخرة وهكذا دائرة الأمثلة كثيرة كثيرة جدا على هذا الموديل اللي نتكلم عنه الشاهد إنه هذا الموديل قوي جدا وفعال جدا قال لك إذا أردت أن تحدث تغييرات صغيرة في حياتك اعمل على تغيير سلوكك تجي على سلوكك وتغير فيه تغير فيه تحصل بعض التغييرات بعض الإيجابيات أما إذا أردت عمل إنجازات مهمة وعظيمة فاعمل على تغيير منظوراتك منظوراتنا تختلف يا جماعة طبعا هذا هذا بحث يعني يطول جدا إحنا التحدي عندنا اليوم إننا في ساعة ونص ننجز مفاهيم كثيرة عن التخطيط بحيث نخرج نعرف على الأقل وش التخطيط وكيف أقدر أخطط وكيف أقدر أبتدي من بكرة الخطة لحياتي هذا تحدي كبير إنها في ساعة ونص لذلك لا أطيل فيه وإلا الأمثلة في هذا الموضوع وهذا الموديل عجيبة وعجيبة جدا تجد فيها أثار هائلة اللي أبغى منك الآن حتى نتجاوز هذه يا جماعة كلكم نبغى نشوف هل هل المغزى هنا واضح هل الفكرة واضحة في الموديل هذا هل واضح عندنا إيش أثر التصورات اللي تأثر على أفعالنا والأفعال اللي تأثر على ردود الأفعال فأنا إذا جيت أبغى أخطط لحياتي أو أبغى أسوي شيء لحياتي أو أبغى أغير في حياتي لأن التخطيط جزء كبير وضخم من التغيير إذا جيت أنا بغير هذا التغيير هل هل واضح عندي إني أحتاج أغير في تصوراتي يعني اللي دخل معانا هاليوم وتصوراتها إن التخطيط حاجة تمر علينا يعني ممكن نشتغل فيها ممكن نشوفها ممكن تمشي أو إنه جاي وإنه فعلا راح أتغير في حياتي وإني أنا أبغى أخذ المهارات هذه ومن بكرة بنزلها على الواقع يختلف كثير فلما تكون تصوراتك بهذه الطريقة يختلف اختلاف كلي هل إحنا موافقين على هذا المفهوم ننتقل اللي بعده جاهزين أعطوني واحد اللي بقوم يقول أيوة أيوة جديرون جاهزين حلو طيب 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 ممتاز إذن الضخمة إنجاز رائع أو أربع سنوات إنجاز يرغب فيه الأخ الآخر جلس يعني بدون خطة في فوضوية سنة سنتين ثلاث السنة هذه متجهة لاتجاه السنة الثانية تغير فكرة راح في التجاه ثاني في التجاه ثالث في التجاه رابع خلصت خمس سنوات الآن علشان يصلح اللي فات يحتاج سنوات الآن علشان يبتدي الخطة من جديد يحتاج سنوات ففرد هائل كبير خسائرنا ضخمة بسبب عدم التخطيط أيضا غياب الوجهة فتحصل اللي ما عنده خطة واضحة ما يدري وين يروح أو بالأصح هو جزء من خطة غيره الكل ياخذ في كل طريق فتجده ما يدري وين اليوم جايبين هذول الشباب معاهم وبكرة جايبين الشباب الثانين معاهم رايح باتجاه وبكرة رايح باتجاه ما عنده أولويات ما يعرف وش اللي مفروض أشتغل فيه الآن وش اللي مفروض أنجزه الآن عنده كل حاجة كل حاجة ممكن تجي له فجأة وتصير هي حياته هي اللي تشغل يومها تشغل شهرة وحيانا ننشغل سنة أو سنتين فيه أشياء أصلاً ما هي من أهدافه ولا راح تأثر في حياته بل راح تسبب له تشتت وضياع وغياب في الوجهة أكثر وأكثر أيضاً ضياع البوصلة اللي غير مخطط التخطيط يجعلنا نهتم بجميع جوانب حياتنا أما اللي بدون تخطيط ممكن يكون فكرة مادي فينجح مادياً يكون عنده شركات يكون عنده أشياء كبيرة ضخمة يسويها هائل أرصد عالية لكن في المقابل دمار أسري دمار في عياله وعائلته ما أحد يبغاه ولا أحد يطيقه ما عنده أصحاب وحيد دائماً فاشل في حياة الصحية فاشل في حياة المعنوية فكرة ضعيف إلى آخر أشياء واجد واجد ضيعها والسبب أنه ركز على جهة وحدة فعلاً نجح فيها لكن هذا ما يسمى ناجح لذلك اخذوها من الآن هذا قضية مهمة جداً الناجح الحقيقي هو اللي ينجح في الجوانب كلها أما اللي يبرز وفي جانب واحد وينجح فيه ويكون دمر باقي الجوانب جوانب كلها هذا ما نقدر نقول عنه ناجح يعني قد يكون ناجح في جهة في مجال لكن هذا ما هو النجاح الحقيقي التخطيط يجعلك تنجح نجاح حقيقي ما تنسى الجوانب الأخرى ما تنسى أنصرتك عائلتك ما تنسى جانبك الصحي ما تنسى جانبك العقلي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وغيرها ما تنسى شيء من حياتك التخطيط يخليك تعمل عمل قليل وواضح لكن قليل ودائم بشكل ينجح كل جوانب حياتك أيضاً التخطيط حتى ما تندم وتقول فات الأوان مثل صاحب حدوة الحصان هذا اللي أمامكم قال خرج في فلاح ولده في رحلة وأثناء الطريق حصل حدوة حصان فقال يا ابني خذ هذه الحدوة شيلها معاك لعلها تنفعنا قال آه ما راح تنفعنا بشيء وش بتنفعنا فيه تركها ما نحنى حتى ياخذها يبغي يكمل الطريقة فدخلوا أول قرية الأب أخذها طبعاً هو اللي شالها ودخل وأول قرية وصل لها جاء عند استبل حق الخيول وباعهم الحدوة هذه وأخذ فيها تمرات فجلس يمشي يسير بالطريق وكل شوي كل ما جاعه رمى تمره والولد ينحني وياخذ التمره وياكلها ثم ينحني على الثانية يرمي إلى الثانية ثم يرمي إلى ثالثة فقال له يا ابني وهنا الحكمة قال له يا ابني لو انحنيت مرة لكفت كانت تنحني هذه المرات كلها يعني لو انحنيت أول مرة واخدت الحدوة لو كنت عارف أنت في مستقبلك إيش تبغى لو عارف في طريقك إيش تبغى كان ما اضطريت أنك تنحني كثير فأنت الآن تترك فرص وطرق ممكن تفيدك بشكل كبير إلى أنك تنحني في المستقبل أشياء كثيرة ثم لا تحصل النتائج اللي تبقاها بل تضرك كثير أيضا عدم التخطيط يجعلك في تكرار قاتل ما تحصل يعني انجازك السنوي مبني على السنة اللي بعدها سنة اللي بعدها سنة اللي بعدها تجد أنك في خلال كل سنة أنت أفضل من اللي قبلها فأنت الآن السنة هذه أفضل من العام والعام القادم أفضل من هذه السنة تقدر تشوف هذا الشيء عيانا بيانا تشوفه بعينك واضح أمامك كل سنة تعرف وين جالس تمشي وعارف بعد سنوات إذا عاد هالطريق وهذه الطريقتك اللي في المشي تعرف وين رح توصل وإنجازاتك مستمرة تماما مثل اللي يبني بيت حاط له خطة السنة الأولى أو السنتين الأولى أو الثلاث أشتري أرض فهو عارف بعد ما يخلص السنوات والأرض موجودة هو ما هو هذه نهاية المطاف عندها السنة اللي بعدها تكلفة التخطيط والتجهيز وطلب التمويل للبناء اللي الرابعة هو الخام في خلال سنوات يجد بيته أمام عيونه هذا البيت ما صار إلا لما حط الخطوة الأولى في إنه يبحث عن أرض أما الثاني اللي جالس ويدور وكل يوم يتحلطم ويتكلم في البيت والبيت هذا تجد بعد ثمان سنوات هذا صار البيت أمامه أو شقة أو أي شيء يعني حتى لو كان البيت متواضع في حين إن الثاني لا زال يدور في نفس الدوامة متى يجييني بيت متى يسير لي بيت ويجلس فيه تكرار قاتل بنفس الشيء لعدم وجودها أيضاً من عدم التخطيط غياب الحكمة هذه النحلة اللي تشوفون على جنب هذه مسوية شغل يعني في عينه فغياب الحكمة هذا قال لك الولد جاء وقرسته نحلة وهو في الحقل فلما قرسته النحلة ما بلع العافية في يده ومشى لا انهار وصار تصرفاته غبية بحيث انه ضرب خلية النحل كلها ضربة كاملة حتى يعيد الكرة للنحل ايش حصل في المقابل بقية النحل قرصوه فصار بهذه الحالة وارده فالقياب الحكمة بعدم التخطيط يجعلنا أصلاً ردود أفعالنا وطريقتنا بقياب حكمة تزيد من تهورنا تزيد من ردود الأفعال ونحصل على مساوة أكثر ومثل ما قالوا في الدراسة ان عشرة في المئة هو الفعل اللي يحصل يعني جرسة النحلة هي عشرة في المئة أما رد الفعل هو اللي سبب التسعين في المئة سواء بنفعاله وبعصبيته وبتصرفاته الغير منضبطة ثم ما حصل له من النحل من جرسه في كل مكان هذه بعض المخاطر وبعض الأشياء اللي تحصل لنا بعدم بعدم التخطيط وقياب التخطيط فيها غياب الحكمة أضف لها الجهل بمخاطر الطريق التخطيط من روعته ومن جماله إنه يبين لك الطريق أمامك فتكون مستعد للمخاطر اللي موجودة أمامك تكون مستعد إنك تشوف شيء أمامك يعني متوقع فما نقول إنه يمنع الأشياء عنك لا لكن مجرد ما يحصل الأشياء المتوقعة المخاطر المتوقعة أنت في دراستك اشتغلت عليها فتجيك ألمها أخف تجيك ما تخليك تنهار بالمرة تجيك حتى لو حصلت تحصل ضعيفة تحصل أثرها تحصلك مستعد أنت لها وهذا حتى في الدول يحصلون الدول ما تمشي على سيناريو واحد عندهم عدة سينياروهات فهو لم يمشون في الطريق وحاطين خطتهم كدولة يقولون فإن حصل كذا إيش نسوي فيجهزون البديل من الآن شغالين على البديل طيب إن حصل كذا جهزوا السيناريو الثالث A, B, C, D اللي هو فما يجونا نحن نشوف بعض الدول لما تحصل لها موقف صعب من دولة أخرى وعجوم أو غيره وكذا نقولوا الآن وش سوون لا هو جاهز أصلا هو متوقع أن تجي له الحرب من أي مكان أو غيرها فسينياروهاته في كل شيء لذلك يضعون العاصمة في النص يضعون توزيع الجيش في شكل معين الطيران في شكل معين القيادة البحرية في شكل معين كل هذه وضعينها لأنهم يتوقعون المخاطر اللي ما تصير ما شاء الله عليه من اللي جالس يشخط على الله الله شكرا لك طيب إذن عرفنا نحن في مخاطر كثيرة إذا ما كانت إذا ما عملنا التخطيط طيب وش هذا التخطيط اللي نتكلم عنه وأنا اللي أقول لكم لابد نبسط التخطيط اتركوا كل الأفكار المعقدة عن التخطيط وخلونا نمشي حبة حبة راح نتكلم على أشياء راح يكون عندكم فهم عميق لمهارات التخطيط بإذن الله نهاية اليوم لكن أنا ما أبغاكم هذا الفهم العميق كله تطبغونه بكرة لا طبق لي أشياء بسيطة وابتدي الحل الحقيقي والمؤكد إنك كده ابتديت نجحت طيب طيب يا الطحيني الآن وش التخطيط هذا اللي نتكلم عنه قال لك هو النشاط الذي ينقلك من وضعك الحالي يعني أنا هنا في الوضع الحالي أنا هنا في المكان هذا إلى ما تطمح بالوصول إليه وين أبغى أروح إذن التخطيط يبين لي وين أنا فيه ويبين لي وين أبغى أروح أيوة بس عن طريق تصميم أعمالك ووضع برامجك إذن والطريق الموصل له هنا قالوها بثلاثة مدرسة أخرى قالت سمتها أربعة وهي ما تبعد عنها وأنا وأيد الثانية ما هو وضعي الحالي وين أبغى أروح أين أريد أن أكون كيف سأبلغ اللي هو البرنامج نفسه ضاف لها حاجة وحاجة مهمة كيف أعرف أني حققت ما أصب إليه هذه النقطة الرابعة اللي لابد تضاف في كل تخطيط هي اللي تبين لك إن عملك اليومي صحيح أو لا يعني بمعنى أنا عندي هدف لآخر السنة كيف أعرف أني آخر السنة أوصل لهدفي ما راح أنتظر آخر السنة يا سلام والله آخر السنة أوه لا هذا ما تحقق هذا تحقق وجلسك لا 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 هذا كلام فاضي اللي يعمل التخطيط اللي يعمل التخطيط أنك كل أسبوع تعرف آخر السنة تحقق هدفك أو لا بهذه الطريقة الله بهذه الطريقة نعم بهذه الطريقة خلوني أضرب لكم مثال بسيط أنت قررت أنك تقرأ 12 كتاب خلال السنة ما تجي لآخر السهر 11 تقول والله أنا قرأت أثنين وما حققت هدفي لا 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 التخطيط ما يسمح لك إنك تسوي الطريقة هذه والهجوة هذه لا يقول لك قسم لي الـ 12 كتاب هذه على السنة يعني كم في الشهر مين اللي موجود معنا مين اللي مصحصح كم محتاج في الشهر كتاب سمحوني أنا أنطلق لأننا متعود على التفاعل أن تكونون أمامي لذلك أحتاج أحسنت أستاذ عبد العزيز إذن كل شهر أحتاج كتاب طيب يا أستاذ عبد العزيز والأستاذ سلوى كيف أعرف أني آخر السنة لما ينتهي الشهر الأول لأعرف آخر السنة بتحقق أو لا خلص الكتاب أو لا إذن التخطيط يخليك في الشهر الأول أعرف أنا أحقق خدفي أو لا وإلا لابد أني أشقل المروحة للخطة البديلة إذا ما عندك صوت أستاذ عبد العزيز اخرج من النظام ورجع مرة ثانية اخرج ورجع يرجع لك الصوت أو تأكد من الأشياء اللي عندك لأن الصوت عند الإخوان كلها واضح أحد يكتب له لو جماعة اكتبوا له أنه أخرج ورجع أو يشوف معداته أن الصوت موجود عند الباقية طيب أنا جيت طيب أنتظر شهر كامل حتى أعرف أهدافي رح تحقق أو لا قال لك لا إذن أقسم الشهر الكتاب هذا الواحد كتاب واحده أقسمه على أربع أسابيع عندي كل أسبوع خمسين صفحة الله إذن أنا عندي كل أسبوع خمسين صفحة كل ما أخلص أسبوع خمسين صفحة معناها آخر السنة أخلص 12 كتاب انتهينا فكل اللي أحتاجه إني أخلي يوم من الأيام في الأسبوع والنفرض إنه يوم الأثنين أقرأ الخمسين صفحة هذه رح أجد آخر السنة بكل بساطة تحقق لي قراءة 12 كتاب واضح واضح يا جماعة بهذه البساطة هذا التخطيط لما نتكلم عن التخطيط شات راح شات من عندي راح أيوة هذا التخطيط واضح جميل 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 طيب هذا اللي نقصد فيه التخطيط إذن واضح عندي لما أقول كيف أعرف أني حققت ما أصبو إليه وأنها نقطة مهمة هذه أن كل أسبوع أعرف أني آخر السنة بخلص 12 كتاب أو لا هذا الجمال اللي فيه التخطيط راح يجينا طيب ممكن تفصيل في الأخير أيوة هذا هو التخطيط طيب إذا عرفنا أن هذا التخطيط وهو بهذه البساطة وين أنا فيه وين أبغى أروح وبرنامجي اللي وصلني لهناك وكيف أعرف أني وصلت هذا التخطيط بهذه البساطة راح ندخل على المحطات السبع وهي السباعية الآن ركزوا معاي وشدوا الحزام خلونا نشوف وش المحطات السبعة هذه اللي هي منها الاستعداد البواعث المسارات الوجهة الانطلاق السعي الارتقاء هذه كلها مفاهيم في التخطيط راح تشوفها لما نتكلم عنها الآن خذ أي كتاب تخطيط بعدها وشوفها كيف يتكلم أو طريقة كتابته أو طريقة مواضيعة راح تعرفه كيف جالس يسير راح يكون عندك تصور سهل يعني لو قرأ لو أنك أول مرة تقرأ كتب بالتخطيط بتحصل فيها تعقيد كبير لكن بعد الدورة هذه بعد الساعة ونص هذه فقط طبعا ساعة ونص هذا تحدي كبير بعد الساعة ونص هذه تقرأ أي كتاب في التخطيط تبدأ في حياتك في التخطيط تجد سهولة المفاهيم واضحة عندك عارف إيش تتكلمون إيش يتكلمون عنه جاهزين نربط الحزام عطوني واحد إذا جاهزين حتى نربط الحزام ننطلق ابشر ابشر أستاذ سعود ابشر جميل جميل طيب طيب خلونا ننطلق الآن بعد ما نربط الحزام باقي شات واحد إيوه جاهزين أحسنتم يعطيكم العافية إيوه كده حمستوني إيوه كده حسني موجود لأن لأن ترى المدرب لما يدخل في لما المدرب يدخل في الدورة الأونلاين هذه أو يعني الإلكترونية ما يشوف الناس أمامه ما يشوف التفاعل أمامه يعني تخيل كأنك جالس في غرفة الحالك وجالس تتكلم مع روحك فجيد جيد أنا مشاعري معاكم وأحس فيكم وحاسنكم موجودين صحيح لكن تفاعلكم هذا يسعدني إذن خلاص الآن عرفت أن الجميع موجودين ورابطين الحزام خلونا ننطلق ونشوف السباعيات هذه كيف نتفهم ونفهم فيها طيب بسم الله أول حاجة قال لك الاستعداد الاستعداد هي عبارة عن سيلفي تماما مثل هذا الشاب اللي تشوفون طالع فيه سيلفي ويني أنا من أنا كيف وش نقاط قوتي وش الأشياء اللي أقدر أسويها وش الأشياء اللي من أنا يعني يا جماعة بجد بجد يعني لو سألت واحد عن سيارتها أو واحدة عن غرفتها أو تلقى يوصف لك وصف من أبدع ما يكون الشي عجيب لما أسألها عن نفسها قال لك ها أو إذا جاله واحد وقال لها جاله أحد وقال لها أنت فيك كذا يعني ما شاء الله أنت مميز بالجهة هذه أنت عندك خدرات في الطريقة هذه أنت عندك بعض الأشياء اللي تحتاج تطوير أو غيرها يقول ها والله ما أدري والسبب أننا نهتم بالأشياء اللي حولنا بالأشياء وننسى أنفسنا لذلك نحن نتكلم لابد الواحد يعرف نفسه لذلك نحتاج سلفي سلفي حقيقي مش سلفي تصوير مش سلفي نقل كاميرا سلفي أتكلم مع نفسي أعرف نفسي طيب كيف أعرف نفسي؟ قال لك في عدة أمور كثيرة كيف أكتشفها؟ أنا لابد أعرف من نفسي هل أنا منفتح على الآخرين أم منغلق؟ هل أنا يعني سهل أدخل مع الجمعات أدخل مع الشباب مع الناس ثانين قادر على التواصل مع الناس مهاراتي في التواصل عالية الناس يحبهم يحبوني ولا منغلق إذا جلست مع ناس ولا في جمعة ولا في شيء أحس أني مخنود أتحرر من هذا المكان معرفة حقيقية نعم مثل ما يقول مشاعل معرفة حقيقية الشخصية نقاط الضعف القوة نعم وهذا بتجينا طيب منها الحواس الخمس هل أنا يعني من الناس اللي أول ما يتكلم معي أحد يدور في راسي المنطق لا هذا مو معقول هذا كيف يكون بالله كيف يشرح لي أكثر لأنه صراحة مداخل ولا الثاني يقول والله صح كلامك أحس صحيح لكن إحساسي يقول كذا تدقى دائماً يتقول إحساس بس أنا أحس أن هذا مو بصحيح أحس أن هذا مو بجيء يترك حقائق ويتكلم بالإحساس ولا إن يترك إحساسه ويتكلم بالحقائق أو المنطق أو غيره أنا أنا وين أنا من في هؤلاء هل أنا دائماً أغلب العقل أم القلب هل أقدم العواطف والمشاعر اللي عندي هي اللي تتحكم فيني ولا المعطيات العقلية كيف هل أنا حاسم لما تجيني واحد قرار خلاص أنتهي أنطلق أستمر كذا ولا أجلس طيب لحظة خليني أقرر بعد شوي بكرة بعد ويجلس أسبوع أسبوعين أحياناً ولا أقرر حتى يرمي الثقل هذا على واحد ثاني ويقول لا شرايك وش أسوي قال لا سوي كذا وهذاك يعني ما هو خبير ولا غيره وكذا قال خلاص سوي كذا بس عسان يعلقها في أحد ما يبغى يحسن في موضوعه هل أنت من النوع المتريث ولا الحاسم هل أنت تتريث وفعلاً وتدرس الموضوع وتتأنفيه ولا أنت حاسم على طول أول بأول متهور أحياناً فإذن هذه فيها إحنا طبعاً هنا نبتعد تماماً أن نقول هذا أفضل وهذا أفضل لا أحياناً حاسم أفضل أحياناً التريث أفضل أحياناً عقل أفضل أحياناً المشاعر والقلب أفضل فكل حاجة لها جمالها في كل شيء لها الإيجابي والسلبي إحنا هنا ما نتكلم على الأفضل ولا مش الأفضل نتكلم أنت وين أنا وين كيف أعرف نفسي أنا من أي جهة اللي موجودة هذه من الجهات هذه اللي موجودة تضعف عملية نقد بناء الذات إحنا ما نتكلم بالنقد بقدر ما نتكلم من أنا أبقى أتعرف على نفسي يعني هذا أبسط حقوق نفسي يعني مثل واحد يعني يقول بتعرف على نفسي عزمتها وما جت على الموحد طيب إذن أنا أكتشفت نفسي طيب هذا كيف أكتشف في عدة برامج في أشياء تعبيها في النظام في السيستم في موقع لي جاسم الهارون في موقع لي مقياس هرمان في موقع في مواقع يعني أو في أشياء برامج تدخلونها وتفعلموا عليها وفي أشياء سهلة مثل نوافذ جوهر يعني أنا ما أسأل الآخرين يكلم أعطيكم حل بسيط جميل خلك سمح الإنسان السمح السهل اللي يتقبل النقد الناس يقولون له ويهدون له أشياء يعطونه أشياء كثيرة يقولون له فيك أشياء كذا كذا ولك أشياء كذا كذا يعرفونه يتقبل لكن الإنسان النزر اللي ما يتقبل اللي يعني فيه غرور فيه تكبر هذا محروم ما راح يعطونه الناس ولا راح يفيدونه في الأشياء هذه إذن هذه من الأشياء البسيطة إن كونك سمح مع الناس راح يقولون لك استشير الناس طيب بعد ما عرفت نفسي أقيم الذات هنا يمكن مشاعر يجينا الكلام هنا أجي أقيم والله أنقد في أشياء جيدة لا لا بد أستمر عليها صح أعطيها أوكي في أشياء والله غير جيدة يعني واضح جدا جدا عند الناس وعند نفسي وعند تاريخي والمواقف اللي تحصل معاي أني إنسان مغرور أو إنسان عصبي خلاص هذه حقيقة هذه حقيقة لا بد أن نزلها الواقع الآن أقيم هذا جيد هذا غير جيد هذه تصلح والله أنا إنسان مسوف خلاص أحطها أنا مسوف أقيم هذه غير جيدة أضحها في الجانب الغير جيد يعني هذه المقاطع أحتاجها أقيرها أطورها والله أنا إنسان أحب التطور أحب أطور نفسي وكذا أحطها في اليمين وأشتقل على منهجية ما أترك التطور هو جيني لا أنا أروح له أبذله حتى أوجه للأشياء أنا أصنع مستقبلي طيب قيمت ذاتي أجي أقومها أجي أشتقل على نفسي أجي أعدل في الأشياء الغلط اللي موجودة عندي وكيف أسأل خبراء أتعلم أطور من نفسي الأشياء ما أصير يعني إنسان نظري بكثير لا أجي وفعليا ننزل للواقع السماحة تعطي مرونة وهذا جميل جداً والعلاقات الاجتماعية فعلاً السماحة ما في زيها طيب حلو عبدالعزيز شكل رجاك الصوت الآن جميل جميل إنك معانا أخيراً أحتاج أني أسوي تقدير للذات أنا مثل ما عندي أشياء أحتاج أطورها عندي أشياء مميزة جداً أطور فيها وأحصل على نتائج إيجابية وكافئ نفسي وقدر نفسي وحب نفسي يعني أنا إنسان الله خلقني وأنا إنسان ما عندي بسيط يعني عندي أشياء عندي مواهب عندي إنجازات أنا إنسان أنا أول شي أنا عبد لله في فخر أكثر من كذا الله أرسلي النبي صلى الله عليه وسلم محمد إنه سور النبي في فخر أكثر من كذا لابد أفخر بنفسي أنا إنسان يا شيخ خلصت ابتدائي حد ذات إنجاز ما أنتظر والله أنا أقول والله خلصت الجامعة هذا إنجاز لا هذه السنوات اللي مرت ست سنوات ما هي بسيطة يعني هذا إنجاز إنجاز المتوسط إنجاز الثنوي هذا في الدراسة الأشياء طريقة فكري بنائي للعلاقات أنا عندي علاقات ضخمة كبيرة أعرف ناس كثير وناس كثير يحبوني وأحبهم هذا إنجاز هذه أشياء فإحنا ما نشوف مواهبنا هذه والأشياء الإنجازات اللي عندنا أنا إنسان رضي والدينا أنا إنسان يعني عندي من الأشياء الكثيرة اللي أحبها وأحب نفسي وأعرف نفسي وأقيم نفسي ثم أقدر نفسي وأوصل لها والتقدير الذات يختلف بين شخص وآخرين قد تكون ظروف اجتماعية أو صحية تعوق هذا تتفق معي بهذا أنا أتفق في إن كل إنسان عنده ما يفخر فيه لا يحتقر إنسان نفسه أي نعم أحتقر عملي عند الله سبحانه وتعالى لكن مجرد ما أرجع لنفسي أو لحولي أو غيرها أجد عندي من الأشياء العظام أحتاج إني أضيف لها أحتاج إني أشتغل لنفسي يعني هو مو وقته الآن يعني زي ما قلت تحدي الوقت ولا ودي أسولف معاكم أكثر في قضية أنواع الناس وأنماطهم ففي ناس كثير يرون هذا القيادي إنه ممتاز جداً لكن هو يشوف في نفسه الأشياء الجميلة جداً إنه قائد راجع وكذا لكن الثاني اللي ما هو قائد ناجح في عواطفه في مشاعره الثالث ما هو قائد لكن ناجح في أنه منظم مرتب أحصى أفظم القائد الرابع ما هو قائد لكن يعرف عنده إبداع يفكر خارج الصندوق وغير ففي أشياء كثيرة من عندنا نحتاج نرجع لأنفسنا لكن أحنا أحياناً نظلم أنفسنا في أننا نركز أن النجاح والتفوق والأشياء الإبداعية إنها في جانب واحد هذا مثل اللي يسوي اختبار لبعض الحيوانات وقال لهم يا حيواناً بسويكم اختبار وبعرف منه أفضل واحد فيكم وأحسنكم اللي يصعد الشجرة أسرع واحد هو الأفضل فصعد القرد طيب هل هذا صحيح؟ ما هو بصحيح يا أخي ما هو هو أنت اختبارك غلط تقييمك غلط طريقتك لنقاشك غلط طريقتك في أنت عندك إبداع كثير يعني التمساح لو تجيه يقول لك والله يعلمك يقول تعال بس في النهر وأنا علمك القرد هذا وش وضعه الأسد يقول لك وش لقيت هذا غيره 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 حتى الحيوانات الصغيرة لها قوة النحل يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى في القرآن جاب النحل والنمل وكذا وهي ما تذكر يعني فيه الواحد ممكن يدمر قرية نحل بدأسة وحدة لكن عندهم من العظمة والتنظيم والترتيب والله لو يجي الأفيال اللي في العالم كلهم ما يقدروا يسوون زيهم فإذا أنا أتفق تماماً أن كل واحد عنده ما يفخر فيه فقط ركز وابحث عن نقاط قوتك وشتغل عليها الحديث معاكم شيق في هذا الموضوع لكن نكتشف الذات قوم الذات تقوم الذات هذه المحطة الأولى واضح نربط الحزام وننطلق على المحطة الثانية وهي البواعث البواعث أنا شوف تعليقاتكم في نهاية كل واحد فاصل حتى صح جميل واضح شكراً لكم طيب جميل 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 إذن خلونا ندخل على البواعث قال لك البواعث هي المحركات يعني إيش المكينة معلش أنا خلفتي سابق زي ما قال أبو أبو سعود أبو فيصل وأحنا تعاملت يعني يمكن عشر سنوات من حياتي أنا مع المكاين فأعرف المكينة ما تتحرك إلا بالمطور والمطور ما يشتغل إلا بالكهرب تماماً مثل يعني أي جهاز عندنا في البيت ما يتحرك إلا بالمكينة هذه اللي تحركها البواعث هي هذه المكينة تخيل إنك إنت جالس شكل وحاجة المروحة المروحة في البيت هذه الحرك هدينا مو موجود تحت في القاعدة مركبين أو مضبطين أو في مقابل المروحة بالضبط هذا ما له قيمة لما تفصل الكهرب إذن البواعث هذه هي تحركنا كل ما كان عندي طلب في الحياة كل ما عندي أشياء أحتاجها كل ما عندي شيء أبحث عنه وظيفة أو غيره كل ما هذا حفزني إني أبحث أنطلق أشوف نقاط قوتي وأشتغل يعني كم من واحد واحد جلس يحفي وراء وظيفة ثم أصبح من كبار التجار قال إيش وظيفة بأشياء بسيطة أشتغل فيها ثم انطلق انطلاق عظيم إذن هذه البواعث هي المحرك إيش اللي حركني إيش اللي يحدني على الشيء هذا أبغاء حركة كل ما كان قوي وناضج ومولع نار كل ما كنت أنا ولعه وانطلاق كثير هذه ممكن تكون قيم وتجينها من عدة جهات ممكن تكون من مصادر يعني مثل تجارب خبرات تربية المجتمع يعلم الدين أو غيره من أشياء كثيرة كلها هذه تدخل فيه محيان واحد اللي هو أنا تدخل داخلي تعتصر فيه داخلي ثم تتفاوت فترطع بعض القيم تصعد أعلى بعض القيم تنزل أسفل وكذا وكل ما تفعل شيء فوق كل ما كان هو الأهم اللي يأثر ويقوي فهذه القيم هي منتجة من تربيتنا من أهلنا من أخلاقنا من مجتمعنا من جيراننا من تعارفنا من خبراتنا من التجاربنا من ديننا من أشياء واجد كونتني أنا فأنا شخص فريد أنا مو بأي أحد أنا واحد في تفكيري في طريقتي في حياتي أنا إنسان مختلف أنا إنسان غير فكل واحد له هذه القيم فأعرف وش القيم اللي عندك اللي تحركك وش تقل عليها طبعاً في ناس عندهم أزمة قيم تسبب لهم انهيار وضياع كثير فمثلاً واحد يقول لك حب لغيرك ما تحب لنفسك هذا لا شك إن القيمة الفاضلة تدفعها للأمام وتجعلها قوي اجتماعياً وعلاقاتها أما اللي يقول في هذا الزمن ما ينفع الإنسان إلا نفسه ممكن ينجح في بعض الأمور الأنانية اللي فيه لكن على المدى البعيد فاشل يفشل كثير صعب قيم فاضلة يقول لا تؤذي مشاعر الآخرين كن متسامح سهل سمح حبيب مع الناس تجد مكاسب على المدى البعيد كثيرة يا جماعة والله يحيى القلب بحب الناس أما الثاني يقول لك الناس ما تجلب عن الحمراء وكذا هذا مجرد ما يتسلط على الناس أعوذوا بالله إلى غيرها من القيم الشاهد اللي نبغى نقوله أننا كلنا فيه أشياء تحركنا وهذه المحركات هي اللي تحرك فينا المروحة وهي الكهرباء اللي مجرد ما نشبكها تشتغل علينا المراوح وتنطلط طيب الآن أقرأ تعليقاتكم يقول لك صح جميل على هذا الدعم هذه دوافع أنا قاعد تحطوني حين دافع أني أنطلق في الباقي أبدع معاكم في الباقي تمام وهذا سبب تقدم الناجحين واستمرار عطاء الناجحين وأيضا يقول جميل تفاعل لكم مشاعر صحيح والله صدقت جميل للجميع جدا شكرا لكم أنا عارف أنكم أنتم متفاعلين بس بدون ما تكتبون أسمع بعض الأصوات كذا يمكن مشاعريا أنا مشاعري معاكم وأسمع عندكم طيب مشاعر يمكن لأنها شعلة مشاعر فحركها البواعث الآن بنشوف الباقيين عبد العزيز وسلوه وغيرهم نشوف المحطات الثانية كيف بتحركهم إذا كانت قريبة من الاسم أساميهم محطات إذن عرفنا الآن الاستعداد وعرفنا البواعث خلونا ندخل في المسارات وهذا جزئية مهمة جدا كثير من يضيع فيها تذكرون لما تكلمنا عن ضياع البوصلة ضياع البوصلة بسبب عدم وجود المسارات وفهمها هذه المسارات التي نقصدها أي شيء أقصد المسارات هي أدوارنا في الحياة المسارات هي أدوارنا في الحياة يعني أنا لاعب هذا دور من حياتي جالس ياخذ وقت مني ياخذ أروح أتمر كل يوم عندي أهداف أن نفوز أشياء هذا جزء من دور من حياتي لو أهملت ضع أنا مدرب يعني مثل الأستاذ سعود مثلا مدرب لو أهمل التدريب يعني ما عنا مدرب كبير ومدرب عالمي لكن لو جلس سنة كاملة ما رأيكم أو سنتين بدون ما يدرب ولا يسوي شيء ولا يطور نفسه ولا كذا بيسير في الخلف لذلك تجد مدرب سعود مع أنه يعني مدرب دولي وعالمي وكبير إلا أنه يشحد المنشار دائما شقال دائما يطور نفسه دائما يطور نفسه أنا زميل لي علاقة مع زملائي أنا صديق لي أصدقاء أنا أخ عندي إخوان عندي أخوات وين دوري هل أنساهم هل أنتظر لين تندمر هذه العلاقة أنا مهندس أو عامل أو موظف هل أنتظر هذه ما أطور في نفسي أنا مدير فلما يجي واحد ويركز على دور من الأدوار ونفرض إنها العمل أو مثلا نفسه فيجي دائما مركز على نفسه ودلال نفسه ودلع نفسه وغيره وكذا مدروا شو يخسر باقيها أصلا حتى لو كان حاجة طيبة مثلا أنت والله ابن باررب والديك تخيل واحد باررب والديك هذا البر من أجمل الأشياء في الدنيا لكن تخيل إنه جعل وقته كله في بر والدي فقط ما يعيش ما ينتبه عنده زوجة ما يهتم زوجته عنده وظيفة ما يهتم وظيفته عنده عمل عنده تطوير يحتاج لطور نفسه ما يطور نفسه كلها نقول هنا يختل هذه المسارات يا جماعة تماما مثل عجلة السيكل ما أدري إحنا الطيبين نستخدم السياكل لعبنا في السياكل أول وكانت سياكلنا عبارة عن أسيام أسيام مربطة زي كذا وداخل الكفر فيكون الكفر دائري في حركته سهلة تخيلوا لو الكفر صار مربع أو مثلث أو إنه الكفر مطععج مطععج من كل جهة الأسيام هذه الأسلاك أو الأسيام أو الأسيام اللي تخليتها متساوي هي أدوارنا في الحياة كل ما كانت كل شيء لما تعطي كل ذي حق حقه كل ما وجدت نفسك في مكانك الصحيح وتجد الدائرة العجلة الحياة دائرة والكل ماشي فيها وكل حياتك كلها فيها في كل جوانبك وكل أدوارك فيها نجاح أما إذا ركزت على جهة انطعج الكفر وصارت مشيتك مشيت حتى ممشيت الحمامة بقي دور تكلم عنه ماشاء الله في تفاعل الآن المستمر سبب تطوير المهارات الشخصية جميل زي إيش زي إيش معلش أخوي عبد الباري بس أعطيني زي إيش عشان أفهم لن يتحرك لن يتحرك نعم الكفر صعب أحسنت عبد الباري صحيح صعب جميل حتى إنه يعطي ثقة لذاتي بالعمل نعم الممارسة والدخول مع الناس والتفاعل المستمر سبب تطوير المهارات نعم طيب طيب ومن الأشياء اللي أحتاج أحتم فيها الدور اللي مش موجود في القائمة هذه لو تلاحظون أنا حطيت الزميل ومدرب وكذا أشياء واجد باقي الدور مهم وهو حياتي أنا وضعتها بالصفحة اللي بعدها شوه هل أنا أيضا مستقر في حياتي عندي في حياتي أربع جوانب مهمة في حياتي لابد أني أشتغل فيها حتى بعضهم يقول لابد من تجديدها يوميا يوميا لابد يكون أثر عليهم كلهم يعني الجسد ما يقبلون أصحاب الرياضة إنه يمر عليه يوم ما مشه لو ثلث ساعة لو نصف ساعة هذه ما تذكر في اليوم إيش نصف ساعة يعني يعني واحد على 48 ولا شيء نصف ساعة هذه بس لابد يسويها كل يوم ما يتحمل ما يترك جسدها زي كذا هذه الجوانب أربع يا جماعة بالضبط زي كفرات السيارة أنا أحب أشبه حتى يوصل الفكرة تخيلوا واحد من الكفرات هذه من فقع ما تمشي السيارة لذلك لابد نهتم في الجوانب بالأربع أهتم في جسدي لأن هذا الأداة الوحيدة اللي معاي أستخدمها جسدي حياتي لابد أني أهتم في صحتي القلب القلب هنا نعبر عنه بالعلاقات لابد عندي علاقات حب أخواني أخواتي الزوجة الأهل الأقارب الأخوات لابد ألتقي فيهم لابد الجمعات أما إنسان يعني ما تشوى الله كل علاقاته هذا تلقى قلبه فيه ضمور صح ممكن عقله فيه نمو لأنه مركز عليه لكن قلبه فيه ضمور فتخيل إنه يمشي بثلاث كفرات فقط ما تمشي السيارة راح توصل ولا مكان راح تنهار وتنهار على قولتهم راح يجيك وقت تنهار لأن هذه كلها تحتاج إنها تكون معاك في حياتك العقل تخيل إن إنسان ما يتحمل يطور نفسه بأي شي جالس زي ما هو كل يوم على الكرسي نفسه ما يتحرك ولا يبغى يسوي شي ينتظر الحاجة تجي لعنده عقله يصير له ضمور يتأثر يتغلل ولذلك بعض الوظائف قادصة مثلا وظائف الأمن الصناعي أو غيرها الأمن العام اللي في الليل يمسك مثلا تلقونا يعني مسكين وظيفة صعبة واقف طول الليل جالس يفعل لا شي هذا يعني يمارس بعض التمارين الذكية حتى ينتنشط العقل أو إنه في وقت راحته يبتدي يمارس بعض الأشياء هذه أحنا هذه الأشياء بعضها تشتغل من حالها يعني صاحب العلاقات تلقى علاقاتها الروح اللي هي عبادتك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هذه شغالة طبعا مجرد ما أنك تحافظ على صلاتك هي شغالة تحصلها فكلما زد الله أكثر يزيدك أكثر وأكثر لذلك نقول الجسد تحتاج تعدد له وقت يومي أحياناً بشكل سهل أحياناً لما تروح تقضي حاجة روح تقضيها ماشي أحياناً تجمعها مع الروح تروح لمسجد ماشي أحياناً تفرع في البيت تفرع أي شيء أي حاجة أي رياوة العقل أي كتاب تقراه لو شيء بسيط أو أنك تفتح يوتيوب على دورة جلستكم الآن الساعة والنص هذه تنمية للعقل إلى غيره العلاقات القلبية زي ما قلنا هذه العلاقات ما يمشي الإنسان بدون أحباب بدون أصحاب بدون أخوان بدون أهل ما يمشي الإنسان ما هو حجر طيب نبغلنا نسرع شوي لأننا وصلنا الآن إلى المشارك الثالث طيب هل في أي سؤال على اللفات جميل حتى أنه يعطي ثقة لذاتي بالعمل فعلاً الاهتمام بالذات شيء بالغريزة وإذا أهملناه تضعف بعض الناس ينظر الآخرين إلى أن أين وصلوا فيحبط نعم صحيح في ناس يخلي مدار حياته على الآخرين إيش سووا وهذا قمة المرض النفسي والأضوي والجسدي الكتب فعلاً شيء مهم جداً جداً والأستاذ أفراح تقول جميل طيب جميل إذن ما في سؤال خلونا ننطلق على المحطة الرابعة والوجهة أين هي الوجهة طيب أنا حضرت لكم بعض الفيديوهات راح نشوفها بعد قليل إن شاء الله الوجهة حاجة بسويها والله بمشي رياضة أو بأكل أكل صحي خلاص هذا هدف لا تقع تكثر اللي ما بغى أسويه إيش؟ والله أنا بوقف الدخان مثلاً أو أوقف السهر أو غيرها حاجة وحدة لا تكثر كذلك نجي على العلاقات والروح وغيرها الآن لما نتكلم على الوجهة بنحدد المجال يعني إحنا تذكرون لما تكلمنا على بداية تخطيط مبسط وشو إن أعرف أنا ويني فيه وعرفنا نوعياً أنا بأخذنا سيلفي وبدأنا نعرف وأيضاً شفنا الدوافع اللي تدفعني للشي هذا والقيم اللي عندي وغيرها وعرفنا المجالات اللي حولي مجالات حياتي مجالات إخواني أهلي عملي غيرها هذه كلها تعرفني أنا ويني فيه طيب أنا أبغى وين أبغى أوصل وتحديد المجال فيه تمرين جميل بسيط صغير تساعدوني نشتغل عليها بسرعة أنا أبغى بس تفهمون طريقتها بعدها أنتوا تسوونا مرة ثانية وثلاثة يحدد المجال فيه كثير من الناس محتارين والله أنا عندي ثلاث وظائف يعني ممكن أنها تكون من نصيبي وش اللي أتجه لها والله أنا عندي ثلاث مجالات أبغى أذاكر فيها أو أبغى أشتغل فيها أو أبغى أطور نفسي فيها لكن محتار والله أنا أشوف نفسي بعد عمر طويل أنا عندي مهارات وقوة في التفكير أنا عندي مهارات وقوة في الذكاء أنا عندي مهارات وقوة جسدية أنا عندي وين أبغى أوصل طيب هنا لما نتكلم على أحدد مجالي كيف أحدد مجالي خلونا ناخذ التمرين هذا إذا جاهزين ورقوا قلم وننطلق بسرعة في أحدد مجالي هي قال لك هي عبارة عن كلمة واحدة حتى تحفظونها وتكون سهلة معاكم وهي كلمة رفق كلمة رفق كلمة رفق عبارة عن ثلاث حروف راء فقاف قال لك الراء هي الرغبة حاول تشوف وين رغباتك زي ما قلنا لما تتعرف على نفسك اعرف وين رغباتك وين الأشياء اللي تحبها لأن الإنسان في أي مجال يشتغل أو يتوجه له أو يعمل فيه لما يشتهد ينجح لما يشتهد ما في شك حتى اللي تفكيره ضعيف أو أداءه ضعيف أو عنده مشاكل كثيرة وكذا إذا اجتهد ينجح لكن لا يمكن يبدع إلا إذا توافق مع رغبته لذلك احرص أن رغبتك تكون حاضرة في الموضوع الفاء الفرصة أنا أبحث عن الفرص اللي موجودة لا أجهد نفسي وأشتغل فيه شيء الفرص فيه ضعيفة أو نادرة أتوجه إلى مجال ثاني دائماً أفكر في مجال ثاني يعني الوظائف والله أنتظر مثلاً الوظيفة عن طريق الخدمة المدنية أو شيء زي كذا لا أشتغل أبحث عن الخاص والله يعني أنا صراحة بعض الإخوان يكلمني يعني أبغى وظيفة أو شيء لما أتناقش معه أجده ما عب ولا موقع إلكتروني لشركة أو لمكان أو كذا ما عب والسبب يائس يقول لا ما يسوون شيء أو كذا يا أخي أنت إبذل اللي عندك إذا أنت متسدح في البيت وتقدر تعبي هذه الأشياء ما تسويها كيف تبغى أقتنع أنك فعلاً مشتهد أو تبغى تسوي لكن في ناس فعلاً اشتهد وعب وعب وزي كذا وما حصل لهم لكن هذا كله بقدر الله لا شك إنه اللي جاي لها أفضل ما في شك جات جاتني الفرصة الأفضل حصل لشيء الأفضل والله عجب عجاب حتى في الزوجات كم زوجات يعني ما بغا أتكلم أنا لا أتورط لأن صوتي يوصل عند أمم محمد فتروح يروح شيء لكن الله يبدلك خير منه بكثير وإنت ما تدري عن الموضوع فإذا لابد أبحث عن الفرصة يعني فرصة ما أنت أدرس يعني بعض الشباب اللي يدرسون يقول أدرس عن الغابات حرائق الغابات يا أخي وين كنت وين الغابات أنت في سعودية يا الحبيب ولا يتكلم عن يعني القطب الجنوبي وكيفية الاستفادة من الذوبان الجليد يا أخي خليك في الفرص الحقيقية اللي موجودة ابحث للخبراء اذهبي للخبراء اسأل ناقش لين تعرف الفرص الحقيقية واشتقل عليها أحيان الفرص الحقيقية عند أتبة الباب وإحنا ما ننتبه لها أيضا القدرة لا بد أفكر في قدرتين صراحة ما أقتحم حاجة وأنا قدراتي مختلفة يعني ما يدخل واحد جراحة يقول أنا بأصير جراح طبيب جراح أيوة لكني أنا أخاف من رؤية الدم طيب يا حبيبي كيف تشتغل بعدين هذه قدرات ما أدخل في مجال وأنا قدراتي ضعيفة فيه أنت عندك قدرات هائلة في جوانب أخرى ابحث عنها ابحث عن قدراتك والله يا جماعة ما في أحد إلا وعنده قدرات هائلة لكن إذا ركز على قدرات أخرى وشتغل على شيء ومجال وقدراتها فيها ضعيفة ممكن يطور نفسها لكن راح تهمل أشياء ثروة عندك ما قاعد تستخدمها تخيل واحد عنده عنده ثروة من الألماس وتاركها وجالس يشتغل على ثروة الرمل ويبحث فيها ولين طورها وكذا صح ممكن يطورها ويشتغل ويصنع من الرمل زجاج لكنك تركت الألماس اللي موجود عندك أنت عندك قدرات ثق تماماً أنك إذا انتبهت لنفسك بتحصلها موجودة خلوني أقرأ تعليقاتكم عشان نبتدي التمرين في فرص تكون غير مناسبة إذا استمر فيها عرف أنها لا تناسبة لكن تبقى خبرة الله أمركو صحيح صحيح نعم إحنا ما نقول يعني أنا أعتب حتى على الشخص اللي يترك إحنا ما نقول اترك الفرص اللي موجودة عندك الآن وتروح إلى فرص أخرى لا بد توازن بين الثلاثة هذه حدد مجالك وشتغل عليه بشكل أكبر لكن مو تترك الفرص أي فرصة تأتيك اشتغل فيها يعني أنا أمس كان يستشيرني أخ عزيز علي في الغربية وهو شاب لا زال شباب وهو يبحث عن التجارة ويبقى التجارة ووظيفته ما أعطيناه مجال يعني سهل سهلة وظيفته يقدر يروح ويجي فيمارس تجارته وحتى المسؤول يعني صاحب العمل عارف أنه يعمل في تجارته ويساعده ويدعمه تاركه يعني ممكان فيقول لي جاتني وظيفة براتب أعلى طيب راتب أعلى كيف الدوام قال والله بيصير حكرة طيب أنت أهدافك أنك بتصير في التجارة وبدأت تشتغل فيها هنا أنت ممكن تكسب راتب أعلى لكن بتخسر الفرصة اللي تحقق لك أهدافك اللي ماشي عليها خبراتك في التجارة في خردة وبعض الأشياء زي كده يعني ما عرف شغلة بالضبط لكن هي قريب من الأشياء هذي فرصتك أنك تستمر في المكان اللي أنت فيه حتى لو راتب أقل معناها أن راتب أعلى ممكن يكون أفضل والولد ما شاء الله متميز في المحاسبة وغيره وكذا ويدرس ماجستير ومع هذا كل هذا متوفر بسبب أن شغلة ما أعطيه فرصة فتترك العظمة هذه والفرص هذه علشان راتب أعلى لا والله صح ما بصحيح فأنا أقول نحتاج يعني نتأنى في بعض القرارات الوقت داهمنا في قدرات تظهر بعد الممارسة صحيح ارجعوا إلى اقروا عن حاجة يسمها نوافذ جوهاري ما في وقت نتكلم عنها لكن ارجعوا لها رح يبين لكم أن في كل إنسان أربع جوانب وكل جانب رح يبين لك كيف تجيب معلومات عنك في هذا الجانب فعلا المفروض لأن ترى نحذر يا جماعة لا يقول واحد أنا أعرف نفسي في جوانب كثيرة الناس تعرفها عنك أنت ما تعرفها عن نفسك خذها مني فعلا المفروض الشخص يحاول في أكثر من المجال مبسئة نعم وفعلا في ناس أصلا مجرد ما مارس في عملية بسيطة دخل في وظيفة بسيطة وكذا على طول قالوا يا أخي أنت مبدع في الشيء هذا يقول لا يا شيخ ما يدري عن نفسه هو يشوفها أمر آدي لكن أنت فعلا مبدع في المجال هذا يعني مكتسبة صح بعضها المكتسبة أقدر أشتهد على نفسي لكن لو عندي أشياء موجودة ليه أروح للمكتسبة أشتغل في القدرات الهائلة اللي عندي كيف ممكن لقى قدراتها الخاصة زي ما قلنا عندكم نوازج جوهري وعندكم معرفة أيضا نمطك يساعدك فيها طبعا هي موضوحة آخر يحتاج لوقت طوي نعم لابد المحاولة في أكثر من المجال نعم صحيح حاول أكثر من المجال أخرج منطقة الراحة نعم يا سلام جميلة هذه الكلمة شكرا لك أستاذ عبد الباري شكرا لك أستاذ عبد العزيز شكرا لك أستاذ أفراح شكرا لك أستاذ مشاعر مشاركات قمة في الروعة الآن خلوا المشاركات وطلعوا الورقة وقلم خلونا نتكلم كيف نطبق التمرين هذا بسم الله تطبيقات على قاعدة رفق أول شيء أشوف المجال أحط ثلاث مجالات اللي محتار فيهم أنا متذبذب فيهم وش الثلاث مجالات هذه نقول مثلا والله أنا أشوف نفسي على المدى البعيد تاجر مثل صاحبي هذا اللي أقول لكم عنه أو أشوف نفسي على المدى البعيد أنا إعلامي أنا يعني عندي قدرة في الكلام وشفنا كم واحد فعلا مجرد ما دخل في السنابات واليوتيوب صار مشهور وقطع أشواط كبيرة ناس صار لهم سنين في التلفزيون ما حصلوا على شهرته ولا قيمته ولا شيء صارت قيمته عالية في هذا المجال لأنه اشتغل وطلع فعلا جزء من مجاله أو مجالك في الفكر أتجه للتأليف أنا جالس عندي فرصة الله رزقني وقت رزقني فكر ليه ما أكون أنا صاحب الفكر هذا وأشتغل فيه وأبتدي يعني لو كل يوم أكتب لي شيء بسيط طلع لي كتابي في آخر السنة ونشرته وبيّن الناس عند الناس هذا الفكر وأنزل اسنابات أنزل بشكل يعني مشاركات أنزل في ندوات وفجأة ألقى نفسي مبدع ورقم واحد في مجال عجيب وأنا جالس ما عرفت قيمة نفسي طيب أيضا منها طيب كيف نطبق الرغبة نجي من صفر من واحد إلى عشرة لكل مجال أجي على المجال الأول التجارة وأدخل على الرغبة الرغبة فقط أمر عليهم كلهم في الرغبة لا تتخلي تجارة تروح للأفقي لا خليك عمودي فأشوف رغبتي في التجارة والله ستة رغبتي في الإعلام والله ثمانية رغبتي في الفكر عشرة زي كده أكتبهم ثم أجي عند الفرصة وأشوف الفرص اللي موجودة في التجارة أوه الوقت هذا فعلا عالية عشرة من عشرة أنا دائما أقول للشباب والله صح انهيار بعض أو يعني من الأوضاع الأخيرة انهيار بعض التجارات وبعض لكن في المقابل كانت فرص كبيرة لناس تحت خرجوا خروج هائل وفرص عظيمة للتجارة الإعلام برضو الإعلام جاءت فرص كثيرة جدا للجيل الجديد ما كانت موجودة عندنا أحنا ولا أحد يحلم أن صوت يوصل لجيرانهم وبيوصل لآخر العالم بالفكر أيضا والله الفرصي أقل أكتبها زي كذا ثم أجي على القدرات قدراتي في التجارة عالية في الإعلام عالية في الفكر عالية زي كذا إلى غيره ثم أشوف المجموع وأعرف مجموع إذا المجموع زي كذا متقاربة أعيدها مرة ثانية أو أدخل فيها بعض الأشياء الثانية معطيات أخرى ممكن تتكلم عنها يعني لأنه والله واحد يشوف في الفكر أعمق تأثير في المجتمع فأنا أحب التأثير الأعمق في المجتمع فأتجه للفكر الإعلام والله الإعلام صح ما فيه عمق لكن فيه سعة أوسع للتواصل والله أضيف لها زي كذا ونشوف فنشوف وش اللي أوسع وش اللي أعمق وش اللي أكثر أثر وش فيه محبة في الرغبة السيادة وكأي لآخرة أرجع لكن خلونا عندك فرصتك أحيانا راح تكون واضحة جدا تجد واحدة منهم قريب من الثلاثين وواحدة منهم قريب من العشرين فتعرف أنك أنت الثلاثين بعد ما تحدد مجالك ركز لا عاد تتشتت لا عاد تعطي استجابات ولف وتعال مدرش وخلاص ركز وانطلق كذا أكون عرفت وجهتي وين أبغى أروح التمرين هذا مارسوه مرتين وثلاث وعشر لين تعرف وين وجهتك إذا واضح واضح عندك واضح انطلق ركز انطلق لا عاد تفكر كثير في هذه الأشياء خلونا خلونا إذن الآن ندخل على الانطلاق إيش نقصد بالانطلاق إنك إذا تبغى تنطلق بعد ما تعرف وين يعني المسارات أنا أبغى أبر في والديني أنا أبغى أهتم في أعملي أبغى أطور في فكري أطور في علاقاتي أعرفت أشياء واجد عرفت مجالي في الحياة والله مجالي زي كده قال لك في تحليل يسمونه سوات وهذا يعني حاليا مش مهم لأن أنا أبغى أعرقتكم في قضية الدراسة وإن كان بعضكم يعرف السوات هذه السوات هي عبارة أني أشوف نقاط قوتي وأشوف نقاط ضعفي والفرص والمخاطر أنا من الناس اللي في المبسط أقول لك لا تركز كثير لا سوات ولا ولا سمارت حتى في تحقيق الأهداف كتابتها على شكل سمارت هذا خليها مرحلة ثانية خليك الآن بشكل مبسط أكثر حتى تنطلق لأنك أنت مجرد ما تنزل خطتك على ورقة وتبتدي تشتغل أنت أفضل من 90% من الناس اللي فاهمين في التخطيط في تفاصيله لكن ما بدأ ينزل على الورقة لذلك أنا يهمني أن نزل على الورقة أكثر من معرفة المفاهيم لهذه هذا أنا نزلها حتى تكون أعمق عندك عارف اللي تبغى وش المقصود فيها لما تقرأ عنها تكون فاهمها لكن لا تعقد نفسك فيها أيضا أنا لفكرة في الاسوات أنك هو يقول لك الاسوات تشوف نقاط قوتك وتقويها ونقاط ضعفك وتتخلص منها وتزيدها تزيد قوة على ضعفك الفرص تستقلها أو المخاطر صح هذا صح على المدى البعيد لكن لو واحد جاء وركز على نقاط قوته وانطلق ينطلق كم واحد وواحد ناجحين بشكل كبير وعندهم نقاط ضعف كثيرة ما تنتين نقاط ضعف كلنا عندنا نقاط ضعف لكن استغل نقاط قوته وانطلق لا تدوخ نفسك كثير في هذه القضايا هذا اللي بتجاوزها أنا نقاط ضعف والقوة والفرص والمخاطر هذا المقصود فيها من الأشياء المهمة بعد انطلاق السعي وهذا يا أخباب أرعوني سمعكم في قضية السعي أنت إذا عرفت طريقك وعرفت وين رايح بتشوف عجب عجاب والله عجب عجاب يعني كم واحد بواحد مجرد ما حدد طريقه ومجاله وقال أنا متجه بالاتجاه هذا زي ما قلنا مثلاً في حقين السوشال ميديا ولا بعضهم يعني واحدة من البنات برضو ما في فرص عندها لا فرص وظيفية لا فرص جراسية لا فرص مزرعيش ما فرص شبه معدومة فجأة اكتشفت أنها عندها ماهرة بالتصميم الآن دخلها قوي وكبير وهي حاطة رجل على الرجل في البيت لأنها مصممة فقط تسوي تصميم أبدعت فيه بشكل كبير بعد ما عرفت هي وين رايحة صار الكل يخدمها وهذه مو بخاص فيها ولا بخاص في شخص معين هذا لكل الناس ثقوا تماماً وهذه من تجربة ومن دراسة ومن بحوث إن اللي يركز ويعرف مجاله ويعرف وين رايح ويركز فيه الناس كلها تساعده الناس كلها تخدم الفرص اللي أمامه جالسة تمر فرص الآن بس ما يشوفها لأنه هو مش مركز عليه مجرد ما يحدد مجاله ويعرف طريقه راح يشوف الفرص هذي تماماً مثل الواحد اللي يشتري حاجة والله اشترى سيارة مثلاً هذا يسأله أي واحد اشترى سيارة مجرد ما يشتري سيارة يا شيخ يشوف الشارع امتلى فيها ايش صغيرة جماعة كلكم تنتظروني اشتري وتطيحون فيني زي كذا لا انت ما كنت تشوفها لكن الآن بدي تتركز كذلك الفرص الفرص موجودة ما نقدر نشوفها لأنه احنا ما ندري اش نبغى ما ندري وين نتوجه احنا ننتظر احد يجي ويحدد لنا ويحط لنا وكل شيء مجرد ما انا اعرف ايش ابغى وين ابغى اتوجه بتشوف الفرص اللي كانت تتمر وما تنتبه لها بتشوفها امامك بتشوفها جنب البيت بتشوفها في الشارع بتشوفها في كل مكان الناس بتجيك تقول لك والله دام انت داخل انا شوفك داخل في المجال هذا اي والله انا دخل في المجال هذا وابتدي علم الناس قول لهم انا ترى بديت في الشغلات هذه وجالس اتوجه لهذه ان شاء الله اني انا احبها وانا بدعت فيها شوف انا سويت شاء الله تلقى الناس مجرد ما يسمعون شيء كلهم يصرون اذان لك مجرد ما يسمعون عن حاجة يقولون لك تعال ترى في المكان ترى نعرف فلان عنده المجال هذا تحديد الهدف والسعي فيه هو الايمان بان الله هو المسير اللي جيك هذا ربي كاتبة واللي ما يجيك ربي صرفها عنك لحكمه والسعي مع التوكل نعم ما في شك اعقلها وتوكل اذا انت ما عقلتها ولا حدت وين بتروح يعني هذا بيكون تواكل يقول لك ان العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف الى اين هو ذاهب فقط اعرف نقاط قوتك اعرف اين رايح اما الانسان اذا انطلقت في هذا المجال فاعرف انك تحتاج انه تكون صاحب سلوك مبادر وهنا نقطة مهمة في ناس سلوكهم انفعالي دائما يعني مش عاطفيين بس مشاعرهم هايجة دائما تهيج من كلمة من نظرة من موضوع يعني حاجة تأثر فيه ينطلق وتثور مشاعر او وتصرفاته مستعدة يخرب كل اللي بنى انا اقول لكم من الاخر اذا احد سلوكه انفعالي لا يحضر تدريب تخطيط ولا يفكر في التخطيط ولا يسويه لانه ما ينفعك لابد تحكم مشاعرك وتصرفاتك وإلا لا تفكر بالنجاح وبالاشياء هذي وانت رايح تدمر كل حاجة هي وش مقصود في السلوك انفعالي عندما يتصرف الاشخاص بانفعالية يسمحون المؤثرات الخارجية تأثر عليهم يقرأ مقال ينكد عليه طول اليوم يشوف حاجة تنكد عليه طول اليوم اشياء غلط اشاعة حاجة مو بصحيحة يتنكد عليه طول اليوم كم واحد ترك الشظل والله لانه مديرة يعني لا تصير صاحب سلوك انفعالي اذا عرفت انت اشتبغه حدد اشتبغه وخلي تصرفاتك بناء على مبادئك بناء على خطتك بناء على الشي اللي تشوفه صح في مصلحتك ومصلحت حياتك لا تصير منفعل وبعدين تقول والله هم اللي خلوني هم اللي توفيني هم السبب هنا انا اقول لك من الان اوقف مع نفسك وقفة صادقة اوقفي مع نفسك وقفة صادقة لا تخلون الانفعالات هذه اتخرب عليكم مزاجياتكم كم مرة مرة ندمنا على كلمة قلناها بسبب الانفعال طيب كيف يصير شكلها المنفعل شكلها زي كده يجي للمؤثر استجابتها بسرعة طيب ايش المطلوب يطهيني مطلوب انك تكون صاحب سلوك مبادر عندما يعني تتمهل قليلا لتعطي نفسك حرية اختيار استجابتك بمعنى ان مو الفعل حصل على طول رد فعل كرستني نحلة اروح اضرب رد فعل اشوت في المنحلة كلها او القرية كلها حقا تنحل وجيني ردود افعال اسوأ لا اعرف ان انا والله اذا تهورت بيجيني رد فعل متهور اكثر وامسك نفسي واتصرف بناء على مبادئين هنا اقول لك تعال انت انسان حر وانت شكلك مثل هذه هذا الانسان الحر اللي يقول انا حر حر في تصرفاتي حر مو انك تتباه وتتفاخر بس كده لا تعال افخر لما تكون انت انسان ما تأثر عليك المؤثرات الخارجية وتستجيب وانت مقمض العيون تستجيب وفق المبادئ ووفق قيمك هنا اقول لك تعال انت قادر انك تخطط قادر انك تنجح والله راح تكون انسان ثاني مجرد ما تنزل حياتك على الورد اما اذا صاحب الردود انفعالي واي شي يخرب عليك واي هذا كله كلام وانا ما اقدر اسوي وهم اللي يخلوني ودائما انت ضحية بتعيش ضحية في دوامة الضحية ما راح تمشي بحياتك تجلس تدور في نفس الدوران لابد يكون سلوكك ايجابي بتصرفاتك لاحظة خلنشوف تعليقاتكم ونصرف تسع تعليقات لا نجاح الا بالصبر والانفعال يهدم اشياء كذلك صحيح صحيح حقيقي عبدالباري كويس والله كلكم تأيدون اي والله بالضبط انفعالات نعم الناجح له اعداء ومخالب نعم ترى يا جماعة مو بس البشر حتى الدول الدول تستخدمون الانفعال اذا حصلوا انك انت ممكن يصيدونك بانفعال تشوفونهم مؤتمر عالمي يتاوشون رؤساء يستفز فيخليه بعض الاحيان يستفزون دول يخلونها تدخل مدخل ويمسكونها عليه او انهم يورطونهم في ورطة ويمسكونهم فيها هذا الدول فانت لا تكون والله انا اذكر حتى في العمل كان بعض الشباب يبغى يوصلون حاجة للادارة يبغى يقولون شي بس يخافون انه ينظرون لهم نظرة غير جيدة فش يسوون يجون حق الطيب صاحب ردود انفعالية وكذا ويسولفون قدامه والله لو واحد شجاع يقول قدامهم كذا والله مسكين هذا ما لا في الثور ولا في العجين يروح ويتهاوش ويقول بعدين يفهم ان الموضوع اصلا كلها خطأ هو فاهم خطأ فيستغلون مشاعره بانه صاحب ردود افعال فيخلونا ينطلق ويتكلم قدام المدير ويقول اشياء وهم في الحقيقة هي مبصحيحة هي مجرد ظنون عندهم ولا يبغون يقولونها فاذا انت صاحب ردود افعال فثق تماما ان اللي حولك مش يتحكمون فيها سابق يتحكمون في حياتك لا تظن ان رد فعلك هذا معناها انك انت بطل حتى لو كان رد فعلك شجاع لا تظن انك بطل اللي خلاك تستفز واللي خلاك تتصرف ضد مصلحتك هو البطل هو القوي اللي لعب فيك وحيانا نخليك تسوي المصلحتك ايضا من الاشياء المهمة اللي لا بد تركز عليها اللغة الايجابية الانسان اللي دائما يتكلم مع نفسه انا ما اقدر انا ما في انا ما يصلح لي انا مش عارف ايش هذا بيقعد في دوامة بيسبب النفسه احباط وبيسبب النفس تتعب وراح تتأثر حتى على جسده اما الانسان المنتعش متوكل على الله انا ابدل الاسباب يا شماعة الانبياء انبياء يجون يوم القيامة وهو نبي عنده رسالة من رب العالمين يأتي النبي وليس معه احد لان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى اللي علينا احنا نكون ايجابيين ونكلم نفسنا بايجابية ونكلم الناس بايجابية وننتعش وننطلق ونجد اشياء كثيرة وكثير من الناس اصلا حتى لو بقوا ويتعاملون مع اشخاص حتى في التجارة او في الوظيفة او غيرها يفرحون بالانسان اللي مقبل على الحياة مبتهج ما يبقون الانسان اللي كله يعني ظهره منكسر ومتحدب وانا ومظلوم مدري ايش كذا يعني لو تفكر في النعم اللي عندك تجد اشياء كثيرة تجد تخليك ترفع راسك زي ما قلنا مجرد ما تفكر والله يا جماعة مجرد ما افكر ان اغنى اغنياء العالم لا يساوون عند الله جناح بعوضة وانا الله اعطاني الاسلام وعطاني الايمان وعطاني المنهة وعلمني على الصلاة والزكاة وكذا اقول والله العظيم لو يبدلني باموالها كلها ما ابغى فعندي شيء عظمه افخر فيه على ثلاث اربع العالم فكيف باقي الاشياء والدين مسلمين طيبين اهل يحبوني اقارب وكذا عندي اشياء كثيرة افخر فيها فليه العجز والتكاسل ومنحداب وانا دور الضحية هذا لا تمارسع على نفسك فتصبح حقيقا ضحية انت افرح باللي اعطاك الله وانطلق وبتشوف الخير قدامك يعني في مكانه قبل لا نوصل الاخيرة باقي لنا الارتقاء وهي مهمة خلونا نشوف تعليقاتكم اذا في شيء اذا في سؤال او في اي حاجة لا غضب يعني الكلمات الايجابية دافع مهم حتى عند الاطفال صحيح ضبط النفس ضرورة في الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية لا تنفعل على شيء لا يستحق انك تنفعل عليه سواء غضب حماس نعم وانا اضيف لها حتى لو شيء يستحق احنا ما نقول لا تغضب من داخلك لا انت اذا شفت شيء غلق انت هذا داخلك مشاعر انت انسان مشاعرك تغضب وكذا لكن هلننقول السلوك مشاعرك هذه اذا ضبطت سلوكك مشاعرك هذه انت انسان بالعكس لابد تغضب تفرح تحزن يعني تدمع عينك بشر لكن السلوك هلننقول ما انفعل بحيث ان تخرج مني تصرفات واندم عليها او اعمل اشياء واندم عليها هنا دام اني ضبط سلوك مشاعري لا خليك مشاعرك زي ما هو نلاحظ الطفل الصغير ينفذ مهام اكبر نعم وهذه الاشياء اللي نقول هو اللي دندن حوله الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي هو كله يدور حول هذه الكلمتين اللي اخذناها اخيرا يا جماعة الارتقاء الارتقاء هو كيف اني اضمن ان هذه اعمالي انا جيت وحطيت خطة ووضعتها على الدرد كيف تشتغل قال لك ان وقتك مقسم الى اربع اقسام اما عاجل ومهم شوف اللي فوق كلها عاجل كلها مهمة واللي تحت كلها غير مهمة اللي صار كلها عاجلة واللي عليمين كلها غير عاجلة فتتقاطع مع بعض فيصير شيء عاجل ومهم وهذا لابد تسوي يعني اشياء طارئة ومهمة لابد تسويها فما عندك فيها حيلة وفي مربع تشتت هذه اشياء عاجلة لكنها غير مهمة هذه تقدر تستقطع منها وقت وتحط ها للمهم في عندك اهم مربع اللي هو الاخضر اللي هو غير عاجل ومهم شفتوا الاهداف اللي تكلمنا عنها قبل شوي اهدافي مثلا لما اضع اني والله ابغى امشي رياضة نص ساعة كل يوم وابغى اترك السهر واخطها في جدولي هنا كلها تتكلم في الاخضر هذا هذه حياتك الحقيقية في الاخضر كلها اشياء غير عاجلة مهم استعجلة الان اقدر اسويها لكنها مهمة كيف مهمة لانها لها اثر في حياتي تغير في حياتي تعطي انجابية في حياتي تبني في حياتي اما باقي الاشياء هذه يعني مثل واحد يروح للعمل يقول لي والله صرف تواجد كلها في عمل حتى في البيت يقول انا مشغول وكذا طيب تسوي كل ايميلات واتساب والله مشغول ما فضيت طيب المحصلة ايش غير في حياتك والله ولا شي طيب انت شغال في المهم انت شغال في المربعات اللي تحت تكفى اطلع فوق الله يرحم امك اطلع فوق فوق لما تجي الاشياء اللي حطيتها مهمة في حياتك وتجي تنزلها في جدول كيف نزلها في جدول قال لك جدول من حياتنا الاسبوعي والشهري مثل هذا الشكل اللي امامكم عبارة عن احجار الاعمال المهمة هي الاحجار الكبيرة اذا وضعتها في جدول راح يصير في مكان الاشياء الترفيهية والزيادة والمش عارف ايش والاشياء التافة والاشياء المبتافة اما اذا ما وضعت بالاشياء الغير مهمة واوصل الى درجة ان الاشياء الغير مهمة غطت كل جدول فاذا لما اجي على الاسبوع القادم من الان يا شباب ويا بنات من الان اضع على الاسبوع القادم وش الاشياء اللي احسها مهمة وش الاشياء اللي وضعتها اليوم مهمة وش الاشياء اللي مثلا انا من الاشياء المهمة في حياتي المساراتي الوالدين أنا إيش جالسي أسوي أنا صار لي شهور ما طلعت معاهم طلعة ما عزمتهم ولا مرة إذن أنا عندي كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر من الآن أضع هذا شيء مهم عندكم إلكترونيا الجداول مجرد ما أضع والله الخروج مع والدتي يوم الأثنين من كل شهر من مرة في الشهر على طول يحطلك طول السنة 12 طلعة مجد ولو جاهزة هذه حجر كبير هذه لما تكون موجودة تجيك أشياء غير مهمة ما في إشكال إنها تصير خلوني أوريكم الفيديو صغير وإن كنا يمكن ناخذ بعض دقائق بعد ما ننتهي باقي لنا دقائق لكن خلوني أوريكم فيديو إيش الفرق لما أضع الأشياء المهمة أو الأشياء الغير مهمة أولا وهذا اللي يسمونه ضع الأولى أولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبو محمد ما ظهر شي عندنا إذا كانك شغلت الفيديو فهمنات أنك ما وضعته على العرب أهو معذرة ما اشتغل أنا شقلته وجلستك أشوف الآخر شي ما اشتغل ليه ما طالع عنده شي إنتما حطيتها على العرب طيب طيب أنا أدريظاهر ظاهر أيه حدشاه جسكتابا وختار الفيديو نفسنا طيب طيب تسمح لنا يعني ناخذ زيادة 5 دقار إلا إن شاء الله العباء يعني الفيديو كان جميل أه طيب إذن شعر مريقا موسيقى موسيقى ويمكن آخر شيء هذا مشاعر وآخر شيء الفيديو سيكون هو نهاية الدورة تقريبا نعم موسيقى موسيقى اشتقل حاجة معان موسيقى الان شايفين شيء الان الان تمامي الان تمامي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر تسمعوني طيب؟ هو في الصوت بس الظاهر مطالع طيب إذن هذا اللي تشوفون أمامكم العلبة هذه عبارة عن جدولي حياتي فحياتي إذا وضعت الأشياء المهمة الأحجار الكبيرة أمي أبي أخواني عملي مهامي الأشياء اللي تخير في حياتي أهدافي اللي وضعتها إذا وضعتها أولا في الجدولي راح يكون في مكان حتى للأشياء الثانية حتى للأشياء الغير مهمة وكذا راح يكون لها مكان مثل ما نشوف الآن أمامنا حتى أقدر أضع أشياء أقل أهمية من المربع الثالث مربع الرابع اللي قلنا هذه غير مهمة اللي ممكن نقللها أقدر أحط وأشياء أزودها الخطورة هين وإيش اللي جالس يحصل معنا الآن في حياتنا هذا جدولنا اللي قاعد يحصل حاليا وش اللي جالس يصير؟ إن أنا أجي لمربع الثالث أو الرابع وأضيب وحطهم في حياتي يعني سواء للأشياء غير مهمة فأخسر أشياء المهمة لما أجي ما في وقت يطلع واحد أثنين ثلاثة أربعة أشياء كثيرة أخسرها حتى أمي أشياء كثيرة من أهم المهمات عندي أفقدها والسبب أني وضعت الغير أولى الأشياء الغير مهمة وضعتها أولا في جدولي إذن الإنسان اللي يبغى يتحكم في حياته يبغى يشتغل في حياته يبغى أهدافه تتحقق طجان لابد يبدأ في الأول أولا الأولى أولا يبتدي في الأشياء المهمة في البداية يضعها في حياته راح يحصل مكان حق الأشياء الثانية أما إذا بيشتغل على الأشياء الغير مهمة بيصير جدوله بالطريقة هذه اللي هي حجاره بره أشياء المهمة مفقودة والسبب ما عندي وقت ما عندي وقت ما عندي وقت كيف أسويها في الجدول؟ الأشياء المهمة أجي الآن هذا جدول الأسبوع القادم أنا ودي كل واحد الآن يفتح المذكرة أسبوع القادم طلع أي حاجة تبين لك فيه جدولة من الأحد إلى السبت وش الأشياء المهمة اللي بحطها؟ والله أجي من الأحد إلى السبت أختار ست أيام أو خمس أيام أقول عندي في كل يوم نصف ساعة مثلا رياضة طيب متى أنسب وقت عندي؟ والله بين المغرب والعشاء أو العصر أو كده أختار الوقت الآن أكتبه حق الأسبوع القادم الآن أكتبه عشان إذا جاتني أشياء غير مهمة بدل ما أصير أنا جزء من جداول الآخرين ومتى ما أحتاجوا يأخذوني ويدخلوني في جداولهم أكون أنا إنسان رقم مهم عندي أشياء مهمة تشتغل فأقول لهم لا والله ممكن نحنا نطلع بس أنا عندي عمل أسويه عندي حاجة أسويها طبعاً إحنا ما نقول لك تصير رجل آلي لا عندك مرونة الشي اللي ما تسويه الآن تخليه في الليل عوضة لكن لابد تسويه ما تهمله ولا تتركه ونرجع على نفس موضوع الكتاب اللي قلنا كتاب أو غيره أحتاج أسويه أو أزعه على جدولي كذا يصير جدولي بعد ما أحط الأشياء الخضر الأشياء المهمة هذه أقدر أحط أي حاجة ثانية في أي وقت أي واحد يتصل فيني أو أي موضوع مهم ثاني ممكن أضعه وأتناقش فيه هذا اللي نأقصده وهذا اللي ممكن نختم فيه المحطات السبع راح أرجع للمحادثات حقتكم بس قبلها أقول في التخطيط راح تكون أهدافنا النهائية واضحة لدينا ثقة بأننا عملنا اليوم قادر كيف لأننا وزعناه على اليوم قادر على التحليل بموضوعية منهجيتي في التفكير هذا يصلح هذا لا بعد ما أحدد وجهتي إلى آخرة من هذه الأمور خلوني أرجع الآن على تعليقاتكم أخذنا خمس دقائق من وقتكم وأرجع إلى أول التعليقات تحديد الهدف والسعي فيه والإيمان بأن الله نعم هنا وصلنا كلام جميل أفراح لإنجاح لا نجاح إلا بالصبر والإنفعال يهدم كل شيء نعم أحسن أستاذ مشاعل عبد الباري يقول هذا حقيقي أي والله بالضبط الإنفعالات أفقدتنا أشياء كثيرة أي والله يا عبد العزيز صحيح والناجح له أعداء وهم يخالفونها الرأي خصوصا من يكون أقول لكم شيء أعجب إن أحيانا الناس اللي ما نحبهم يتحكموا في حياتنا يعني شخص أخذ أسرة بعد ما وعدهم شهر شهرين والله بنطلع طلعها حلوة وكذا ومجرد ما وصل المدينة اللي رايحين يستمتعون فيها تهاوش مع واحد زع على واحد ثارت مشاعره رجعهم طيب الآن من يتحكم في حياتك أنت؟ من يتحكم في دنيتك؟ والله هذا الشخص اللي ما أحبه واللي وقفني واللي سوى لي حادث معاه أو تهاوش معاه هو اللي يتحكم في حياتي؟ لا يتحكم في نفسي وفي زوجتي وفي عيالي وفي أسرتي كلهم رجعتهم خربت رحلتهم والسبب الانفعالات زي ما قلنا 10% الحدث و90% ردود أفعالنا وانفعالاتنا لا غضب يعني الكلمات الإيجابية ضبط النفس ضرورة في الحياة الشخصية والعملية نلاحظ الطفل الصغير ينفذ مهام أكبر من عمره إذا غرست فيه الكلمات الإيجابية نعم جميل فعلا قصدي بالضبط أضبط سلوكك بدون ما تضر نفسك قصدي أضبط سلوكك نعم أضبط سلوكك هذا المقصود فيه فما هو مقصود إنه ما يكون عندك عديم إحساس أو عديم مشاعر لا نحن بشر نتأثر بالجمال نتأثر بالحزن نتأثر بغيرهم جميل رائع مثال الأحجار شكرا لكم تماما نحتاج معرفة المهم في حياتنا لأن الجهل فيها قد يندم الإنسان حياة تفريطة لو تترك الفيديو في نهاية الدورة نعم حسن البغ بارك الله فيكم وشكرا لكم مؤثر الفيديو والله ضيع أشياء مهمة وتمنى لو تعود ونهتم بها أكثر وتعليق السبورة لا زال في العمر بقية الآن فرصة قلونا نستأنف ونشتغل لازلنا أمام الحياة تعليق السبورة الأسفنج ونثبت عليها أوراق جميل جميل هذه طرق إبداعية يعني أنا يعجبني لما يدخل واحد عنده لوحة ما يكتب عليها كتابات في حياته يرسم رسم يرسم صور كل صورة تعبر عن شيء معين في حياته جزاك الله خير يعطيك العافية ويسلم هذا والله تمشونني يعني ما تبغون والله شكر لكم الصراحة التحدي كان إننا ننتهي في ساعة ونص وبتفاعل والصراحة فعلا حصلت التفاعل وانتهينا على الوقت إن شاء الله وإن أخذنا بعض من وقتكم مع 10 دقائق لكن أتمنى أتمنى إن قدرت أوصل المفاهيم الآن لو واحد يدخل على التخطيط يقرأ عنا أكثر لو واحد يدخل يبتدي وأنا هذا اللي أنصح فيه ابتدي فأنت أحسن من 90% من اللي تفلسفون في التخطيط ابتدي التخطيط عبارة عن عمل انزلوا الآن وحط بعض الأشياء اللي تكلمنا عنها راجع التمرين اللي سونا سوى مرة ثانية راجع المسارات اللي في حياتك من الناس المهمين في حياتك طعهم على الورقة واكتب وش كل واحد أو كل جهة أو كل عمل أو كل شي في حياتك إيش اللي بتسوي له حتى تكون السنة الثانية السنة القادمة أفضل من السنة هذه واللي بعدها أفضل اكتبها على الورقة ثم راح تتكون عندك أهداف نزلهم بالطريقة اللي قلناها نزل هذه الأهداف على الجدولك ثم بعدين اترك الباقي للأشياء الأخرى راح تجد فعالية عالية أوقات صغيرة زي ما قلنا نصف ساعة في الأسبوع في الأسبوع الكامل نصف ساعة تعني 12 كتاب في السنة في حين إن آخرين يهلكون أنفسهم وما يخلصون 12 كتاب في السنة وهذا معنا في التخطيط بهذه البساطة شكراً لكم وشكراً لكم أبو فيصل على هذه الفرصة وجزء الله خير كل من جلس معنا وتساعد معنا وتشارك معنا بأفكاره وكلماته أنا سعيد جداً معاكم وأتمنى إن شاء الله نلتقي بأرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً لك أخي الحبيب ومحمد زاكرا خير شكراً على وقتك شكراً على معلوماتك التخطيط زي ما تفضل التخطيط هو من الأشياء المهمة جداً في حياتنا وحياناً يعني البعض يقول أنت تخطط ولا تخطط ما يصير شيء ما رح تحقق بأخير إذا ما عندك فرصة شيء هو صراحة شيء نسبة النجاح بالتخطيط قد تكون 50% لكن نسبة النجاح بدون تخطيط قد تكون 0% فإذا تحقق 50% معناه أنه الإنسان قريب من تحقيق هذا مهم جداً التخطيط من الأشياء الجهد البسيط فدائماً له أثر كبير لكن البعض منكم أو الأغلبي منكم راحثين عن عمل أو أنه في فرض وظيفة مواقعته يبحث عن وظيفة أفضل دائماً السؤال كيف ممكن تخطط للوظيفة ما هي مثلاً المهارات التي تحتاج تكتسبها منهم الأشخاص التي ممكن يوصلون لك الوظيفة أنا خلال الفترة الماضية يمكن شفت من خلال المبادرة واضح يعني بعض ما شاء الله عليه حريص جداً يحاول يستغل كل فرصة إما من خلال دورة أو من خلال فرصة تطوعية أو من خلال معلومة نشرة أو من خلال ضيفة استضفناه وكان فيه تواصل معه والحمد لله حققوا الشاه كثيرة جداً خلال فترة قصيرة إنما الإنسان إذا يترك نفسه للفرص وليشير وليحصت فرصة وإذا جاءت فرصة ولا تشاري بالغالب أنه هذا النوعية من الناس اللي ممكن يقعد عشره سنوات وهو الأسف يعني ما تغير شيء في حياته لأنه ما فيه تخطيط أتمنى أنه نبدأ من اليوم نضع بعض الخطط البسيطة من الأشياء لبعض الأليات أو المنهجة تذكرها الأستاذ سليمان اليوم حاولوا تشتغلون عليها أنا أعتقد أنه آخر جزئية بالبرنامج اللي هو مصفوحة العجل والمهم لو اشتغلت عليها لأنه كثير من الناس يقول والله ليش ما تحضر دور والله أنا عندي شغل أنا مرتبط كذا أنا بروح طيب أيهم أهل أصبح للأسف البعض حياته مليانة بالأحجار الصغيرة ولذلك الأشياء الكبيرة المهمة لا علاقة بالمستقبل لا علاقة بالعلاقات لا علاقة بالأهل لا علاقة بالصح ما لها مكان لأن للأسف الحياة مليانة بالأحجار الصغيرة الأحجار الصغيرة هي الأشياء لي ما هي مهمة في الحياة هي يعني لساني لكن لا تكون على حساب الأحجار الكبيرة وهي الأشياء الرئيسية في حياتنا. أتمنى لكم التوفيق شكراً لحضوركم حماسكم صراحة ملهم ومحفز ويبعث على الكثير من الأمل حضوركم وحرصكم لكم تحفظوا ساعة ونص في هذه الدورة هي فرصة بنسبة لكم. وحياناً يمكن الإنسان يطلح فيه معلومة واحدة فقط من هذه الدورة ممكن تغير حياته فأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه بداية التغير للأفضل من خلال التخطيط الشخصي وإن شاء الله نراكم فيه فرص أفضل. شكراً لحضوركم شكراً لمشاركتكم. أتمنى لكم التوفيق بمرة أخرى أشكر أخي وزميلي وصديقي الأستاذ سليمان الطحين على جهده الإيميل موجود لمن رغب التواصل مع الأستاذ سليمان. وإيضاً نشيد جداً في وسائل التواصل. سناب شات وإنستجرام وتويتر. ولو كثير من الفعاليات اللي من رغب التواصل أنا بتسبيل الشكلية شكراً لأستاذ سليمان وشكراً للحضور. السلام عليكم شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم.